جزيز محمد يقول خطيب وهذا الخطيب اذهالني لو عندك صلاة انا قريب بالامتهاء عبدالله ومحمد المشكلة الكبيرة التي اتى بها محمد خطيب يقوم يقول النبي اول الخلق كيف اول الخلق كيف اول الخلق وهو اخر الانبياء كيف ذلك اين كان لما خلق او الله جلاله فعلان اين كان ما هذا التخاريق هذا الضلال المبين هذا الضلال المبين والنبي الى الله سلام يقول انا ولدت من نكاح لا من سفاحة النبي في حصر الذي عاش فيه الذي في عامل فيه ولد النباح سلام ما خلق الا في هذا الوقت الذي ولد فيه وبعدين حديث النبي 시들 عن term قال خلقته نبيا وادم بين الروح والجسد هذه حديث موضوع والصحيح قال كتبتو كتبتو نبيا نعم كتب الله جل على كتب كل شيء كل شيء مكتوب إلى يوم القيامة أهل الجنة أهل النيران الرزق الشقيئة مسعيد أيضا الأجل كل هذا مكتوب إن الله لما خلق القلم قال له اكتب قلم قال ما اكتب قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صليل وكبير مستطر مكتوب مكتوب هذا قدر الله العالم القدر مكتوب كتب الله كل شيء نعم كتب الله كل شيء لكن تأتي تقول أنه أول الخلق أو يقول أنا مخلوق والنبي وآدم بين الروح والجسد وهذا كذب فاضح وهذا حسن موضوع ويقول بأنه خلق من نور الخالق وهذا أيضا غلو سيأتي يعني هذا الغلو الذي سيضيعون من أجله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياك والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين الغلو في الدين الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذلك قالوا لا زل له خلق من نور نور الخالق أعوذ بالله هذا غلو غلو يصل بالإنسان إلى الخروج من الإسلام لأنه بعد ذلك سيؤله النبي صلى الله عليه وسلم سيجعله ربا مع الله والمتح الموجود في البصيري معلوم تعذر ما تعذر تؤول ما تؤول قد ظهر القول وأعلم أنه خلق ما شاء يعني كأنه خلق كما شاء خلق كما شاء طيب هنا قلنا بأنه هذه الكلمات التي فيها الكذب الواضح وفيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والغلو مهلك قال إياكم الغلو فإن الغلو يعني إياكم الغلو فإنهم أهلك من كان قبلكم قلنا من الغلو المدايح التي جاءت في النبي ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم القلب اللوح والقلم نعم ففيه غلو في النبي صلى الله عليه وسلم غلو عظيم جدا في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة لما دخل على القوم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا قال إنما السيد الله شوف نهرهم عن المسألة جائزة وهو سيد ولد آدم كما قال فقال إنما السيد الله يعني لا تقولوا بذلك فقالوا أنت خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يجرمنكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان ولا يستهوينكم الشيطان فحسم المادة مادة الغلو في النبي السلام لما قالوا ما شاء الله شاء محمد قال اقولوا ما شاء الله سم ما شاء محمد حسم مادة الغلو فهذا غلو في النبي ليس له ظل خلق من نور الخالق ان الله خلق الدنيا من اجل محمد كذب فاضح لا أن الله بالعلى خلق الدنيا خلق الدنيا وخلق الخلق من أجل عبادته من أجل توحيده هو وما خلق تجينه للإنس إلا ليعبدون وما رسلنا من قبلك بالرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهنا الخطيب هذا لا صح أن يكون خطيبا ولا يسمع له ولابد من استبداله لابد وجوبا من استبداله وجوبا لابد من استبداله